قامت الدكتورة باتمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين بزيارة إلى الجامعة الأمريكية في مادبة التقت خلالها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مأمون نديم عكروش وقدمت له التهنئة بتعيينه من قبل مجلس التعليم العالي رئيسا للجامعة وخلال اللقاء عبرت الدكتورة السمعان عن ثقتها بكفاءة الدكتور العكروش الإدارية والأكاديمية والتي أهلته لنيل ثقة المجلس وتعيينه في هذا الموقع الرفيع مشيدة بنفس الوقت بالجامعة الأمريكية التي أصبحت خلال فترة قصيرة نبراسا علميا يرفض الأردن بالكفاءات التي تخدم المجتمع المحلي بشكل خاص والخارجي بشكل عام من جانبه رحب رئيس الجامعة الدكتور العكروش بالدكتورة السمعان وأطلعها على الواقع التعليمي في الجامعة الأمريكية التي تتبع أصلاً للبطرياركية اللاتينية والتخصصات التي تدرس فيها والمستوى الأكاديمي العام للجامعة